المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي ترتبط ارتباطاً كلياً بالحال القائم الذي تصبح وتمسي عليه مختلف مقامات التراث التاريخي والطبيعي خصوصاً تلك التي انتهكت جراء الاستهداف الهمجي لها من قبل آلة التدمير العسكرية ندرس ونتشاور فيما بيننا عن موضوع إعادة الإعمار للمدن التاريخية والمواقع التراثية التي اتدمرت بسبب الحرب أو الكوارث الطبيعية وكان مهم عندنا أن نجمع مجموعة من الخبراء من أماكن مختلفة ولكن الوقت محدود فما قدرنا أن نستمر فترة أكتر في النقاش فكان لدينا نماذج ناجحة جداً في إعادة البناء بعد كوارث الحرب بهدف صون الإرث الإنساني بحضاراته المتنوعة من عبث الأزمات البشرية وخطر الكوارث الطبيعية خرجت العديد من المبادرات العالمية التي أثبتت مقدرتها على تصويب ومعالجة آثارها السلبية التي أصابت هوية المجتمعات وطريقة عيشها بكل تفاصيلها اليوم كل شيء يذهب المواطن يذهب والسياسة تتغير يبقى التراث تراث هذه الأوطان تراث هذه الشعوب أمام دول العالم إلى أي مدى نحن حرصون على تراثنا وعلى تطوير تراثنا وعلى فهم تراث الآخرين وكيف نستطيع أن نقنع العالم بأن التراثنا هو تراث عالمي محاضرة ألقت الضوء على مختلف النماذج العالمية الناجحة التي ساهمت في إعادة إعمار التراث الثقافي وبذلك تبقى الآمال معلقة على إمكانية إعادة إحياء ما تم استهدافه من مواقع تراثية عربية ترتج استجابة فعلية لنداء صوت نجدتها من العبث المستمر بها حوارات مستمرة يرتج من خلالها المشاركون إيجاد السول الكفيلة بالخروج بمواقع التراث العالمي من عنق زجاجة الحرب التي طال شبحها ليمتد إلى معالم الحضارة التي تضمها العديد من الدول المضطربة لتلفزيون البحرين محمد رشادات